سنذهب الآن إلى عبد الجليل الذي سيطلعنا في هذا العرض على كيفية استخدام إسرائيل للذكاء الاصطناعي في استهداف قيادات حماس دعم ميسون لم تكن إسرائيل وقتها في زمن حرب لذلك كانت يومها تبدو مجرد محاضرة دورية كالتي تقيمها جامعة تل أبيب في كل مرة عن الذكاء الاصطناعي أحد أهم مجالات أبحثها قبل أن يستلم الكلمة العقيد يؤاف وهو رئيس علوم البيانات والذكاء الاصطناعي في الوحدة العسكرية رقم 8200 وقتها طلب من الطلبة إطفاء هواتفهم كون الموضوع يتعلق بالتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي في مجال الاستخبارات العقيد يؤاف أسهب في التفاصيل حتى أنه كشف كيف تمكن الذكاء الاصطناعي من تحديد عناصر تابعين لحماس خلال عملية الجيش في مايو 2021 التقنية أطلق عليها التعلم الإيجابي غير المسمى ويتمثل في دراسة علاقات مجموعة من عناصر حماس من أجل الكشف عن هوية بقية العناصر بطريقة أوتوماتيكية ومن خلال تحليل صور السكان في غزة جامعة تل أبيب نشرت جزءا من مدخلة العقيد يؤاف دون كشف وجهه لكن المقطع لم يحقق أكثر من مئة مشاهدة خلال مدة فاقت ثلاث سنوات قبل أن تعود صحيفة الغارديان اليوم لتكشف المزيد من التفاصيل النظام تمكن خلال أول تجربة له من التعرف على مئتي هدف جديد وهو الآن يعمل بصفة طبيعية في غزة منذ السابع من أكتوبر مثل ما أكدته ستة مصادر مختلفة للغارديان إلا أن جدلا آخر رافق إثارة الموضوع ويتعلق بمن يطلق النار في النهاية بشر أم برنامج ذكاء استناعي الجيش الإسرائيلي علق وأكد أن محاضرة العقيد يؤاف تمت بعد موافقة الجيش إلا أنه قدم تعديلا صغيرا في الرواية حينما أكد أن الذكاء الاصطناعي يعمل فقط على مساعدة عناصر الجيش وهم وحدهم من يقرر في النهاية إطلاق النار من عدمه